السلام عليكم حبيباتي. مساء الخير عليكم. ان شاء الله الفيديو تنهى اليوم تلقىكم كامل خواتتي مهني. ان شاء الله تكونوا كامل في صحة جيدة. وفي احسن احوالكم يا رب. ان شاء الله جيدكم فيديو جيد. هذ الفيديو راح تكون اه تحلية بذوق البرتقال. مقبل ما نبدأ الفيديو تان حاب نصليوا كامل على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة وسلام. اذا كما قد لكم هذة التحلية راح تكون اه بالبرتقال بما انه موسم الشينا. اذا هندخلوا مع بعضنا المطبخ ونشوفوا طريقته مراحل تحضير هذة الوصفة السهلة. اذا راح نبدأ على بركة الله. اول حاجة هنا بالنسبة للمقادر عندي كاس عصير انتع البرتقال. عندي كاس غربوع انتع السكر عادي. عندي كذلك اه لاباني. هي مغرف صغيرة مغرفة قهوة. عندي نص مغرف انتع فارينة. نص مغرف كبيرة انتع فارينة. ومغرف كبيرة تكون مهمرة تعميزينة. اذا هنا كما راكم تشوفوا في الغيسي بيونتعي. حاطيت حبات عبيض. اضفت عليها الهنا الكاس غربوع تعال السكر. وهنا في الكاس راني راح نحط ادك الكاس عصير البرتقال. نحطه على النار حتى نشوفه بدأ يغلي. اهنا بالنسبة للسكر اللي بنات يقعد اختياري. اه اذا كانت شينا تعالك حلوة. اه من الاحسن ندري نص كاس. انا شوية شوية نتاعي شوية حامضة. لها اضرت كاس غربوع. بعدها اضفت على البيض اللي هنا والسكر اللافاني. وراح نقعد نخلط بالفوي حتى نتحصل على خريط يكون لون تاعه ابيض. ونلاحظوا باللي السكر تاعنا بدا يذوب. اذا بهذا الشكل راح نتحصله على خريط بهذا الشكل. نضيف اللي احنا نص مغرف كبيرة انتع فارينا. بالنسبة اللي احنا الفارينا راح تعطينا واحد الضوق كريمي للكريمة تاعنا. يجي ما شاء الله. نضيفه كذلك مغرف كبيرة مع مرات عميزينة ونزيد نخلطه مليح حتى يجانس لي الخالط نتاعي. وهنا تقدروا تعاوضوا لبنات الكاس متاع عاصر برتقال بكاس عاصر ليمون. راح اجيكم ثانية بذوق الليمون ما شاء الله. اذا احنا بعد ما خلط الخالط تاعي مليح. راح نجيب عاصر البرتقال وراح نضيفه بالتدريج ونقعد نخلط في نفس الوقت بش العظام تاعي ما يطيبوش. وهنا راح نرجع الخالط في الكاسرونة ونديه على نار اه متوسطة نقعد ونحرك حتى يثقل لي الخالط وراح نرجع لكم في بابات ان شاء الله. حاوليكم لهنا الخالط اللي تحصلت عليه. هاي لكم الكريمة تاعي بعد ما اثقالت. في هاد الاثناء راح نضيف لها اللي احنا مورف صغيرة انتع مارغارين تكون مهمرة مليح. وراح نحاول ندخلها مليح في الخالط التاعي حتى الدوب. اذا نحن نجيب لهنا غي سيبيو نفرغ فيها الخالط التاعي ونغطيه بكيس بلاستيكي وهنا ندخله للثلاجة حتى يبرد تماما. هنا ضرور اننا نغطيه بكيس بلاستيكي بشميدناش هذي كطابقة الناشفة من الفوق. ونروح نحضر مع بعض الكريمة الثانية اللي هي عبارة عن كريمة الشانتيه. هنا كما راكم تشوفوا عندي كاس غربو انت بودرة الشانتيه بنصف كاز تحليب. نصف كاز تحليب نحاولو نقصه نقصه منه شوية. يعني ما يكون كاس غربو ما يكون اربوع كاس ما يكون نصف كاس يعني شوية فقط نقصه بش الكريمة تشنطيه تعنا جينا عاقته. وراح نبدأ نضرب فيها بالبطر حتى تتكاثف لي ونتحصل ولا خالط بهذا الشكل. لكم الخالط اللي تحصلت لي حتى هي راح نحطها في الثلاجة. لطولة تبرد لي الكريمة التاعي اللولة مليح مليح لازم تبرد تماما. اذا احنا بعد ما بردت لي الكريمة اللولة راح نبدأ نخلط الكريمة اللولة نتعي البرتقال مع كريمة الشانطيه نحاولو ندخلوها بشوية بش ما تهبطناش كريمة الشانطيه. اذا نبدأ نضيف الكريمة الشانطيه بالتدريج ونخلط. اشتركوا في القناة نضيف كمية من كريمة الشانطيه. حتى نكمل كامل الكمية ونتحصلوا على قوام كريمي. بما انو البنادرنا في موسم الحمضيات كي ما قلت لكم المرة الخليفات نحاولو نغتنمو الفرصة ونحضروا بهم تحليات وحلويات بالحمضيات نحاولو نمتعو عائلتنا ونحاولو نستفادو منهم قدر الامكان. اذا لبنات هاي لكم الكريمة اللي تحصلت عليها. احنا اجبت لي فيغين تاعي. وهنا عندي اللي احنا الزوج حبات نتاع مادلين. نفتتهم فقط بيدي. هنا تقدري تديري لقو اللي تحبيت شوكولة ولا فاني. انا كنت استعملت هاي لضونات. ندرت زوج حبات. فتتهم فقط بيدي. وهنا راح نعمر الكريمة تاعي في البوشا دوي. درت فيه ان دوي تكون مسنة. نعمر الكريمة تاعنا. بعدها راح نبدأ نعمر في ليبيعين. اذا راح نحط كتابقة اولى كمية من الكريمة. وبعدها نحط كمية من البيسكويت. انا تقدري تعاوضيه بالجنواز. اذا كانت عندك جنواز بيته تقدري تعاوضيه بها. من بعدها راح نزيد نحط طبقة ثانية من الكريمة. راح نكمل نزيد كامل كوءستاعي بنفس الطريقة. بعدها احنا كتازين بسيط جبت كمية من مبشور البرتقال. راح نحطها مع سطح الكوءستاعي. ونزيدها بورقات انتعنعنع. وهكا نكون اه كمة التحلية التاعي راح ندخلها لثلاجات برد مليح. وراح نشوفوها ان شاء الله مع بعض في شكلها النهائي. نتمنى الوصفة التاعي طنهار اليوم البنات تكون عجبتكم تكون خفاليكم. الى عجبتكم هاد الوصفة البنات متنسى بش توصلوها الاكبر عدد من اللايكات والتعليقات. ونتمنى الدعم بتاعكم اه بالجام والاشتراك والتبارتاجي والقناة التاعي مع اصدقائكم. وراح نشوفو تحلية تاعنا في شكلها النهائي مع بعض. اذا اللي بنات كانت هذي هي تحلية تاعنا تنهار اليوم. اه تحلية بضوق البرتقال. نتمنى اتنال اعجابكم وهنا نكون وصلت نهاية الفيديو تاعنا تنهار اليوم. اذا ما بقى لي اعنقلكم دمتم في رعاية الله وحبطي. وصنعوني في وصفات جديدة. سلام.